مرحبا بكم مجديد واصلين حوارنا مع حاتم بسلم الأستاذ المحاضر في القانون العام ووزير التربية السابق مش نحكيه على الوضع السياسي الحالي بعد هذا التقرير لزيد زيدي منذ الخامس والعشرين من جوليا الماضي والمشهد السياسي في تونس يلف الغموض دخلت معه مختلف الأطيفة السياسية مرحلة من الترقب لمالات الأوضاع في البلاد رغم توسع ركب المعارضين للإجراءات الاستثنائية المعلنة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد واللي أعقبها بإزدار الأمر الرئيسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والتنظيم المؤقت للسلط وبعد تنفيذ لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية رفضا لما اسمه انقلاب يواصل حراك مواطنون ضد الانقلاب الحش لمسيرة احتجاجية مرتقبة في الرابع عشر من نوفمبر في ساحة باردو وتستمر معه أحزاب القوى التقدمية وحركة النهضة وغيرها في إزدار بيانات تندد بمهالة ليل أوضاع في تونس تزامنا مع تنامي الحراك الاحتجاجي في أنحاء من الجمهورية ورغم تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أسبوع بإطلاق حوار وطني لمناقشة النظامين السياسي والانتخابي في محاولة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد فإن عديد القوى السياسية شككت في جد هذا الحوار في ظل الشروط ليفرضها الرئيس من جانب طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أثناء نعيقاد الهيئة الإدارية بضرورة تنهى الغموض ليخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي الإجراءات الاستثنائية وتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي الوقت لتوصل في بعض القوى السياسية دعمها لرئيس الجمهورية والتوجهات تزيد قوى سياسية أخرى في نسق معارضتها له وسط أوضاعا اقتصادية واجتماعية على صفحا سخن حاتم بنسلم باش ننطلق معاك من مسار 25 جوليا لأنه أول مرة باش تعطي رايك تودلي بيدلوك في المسألة هذية وما كانت لكش تصريحات إعلامية سابقة خلينا في اللغان ديفو نبدأ من هوني الليلة حول المسار السياسي اللي انطلق نهار 25 جوليا شنو رايك فيه راضي عليه مكش راضي عليه وهل كان ربما أمام رئيس الدولة خيارات أخرى غير الوضع والتمشي اللي اخذيناه منذ 25 جوليا وصولا إلى 22 سبتمبر أنا من 2011 صرحت وكتبت وتبعت اعتماد الدستور تاعة 2014 وكنت ضد هذا الدستور لأني أعتبر أنه مهوش معقول بش دستور الآباء المؤسسين بورقيبة وعلي بلهوان صادق المقدم وجلولي فارس وغيرهم يتلوح في الزبلة ويتفرض علينا دستور القصاص ومن ثمين أنا كنت ضد هذا أول حاجة ثاني حاجة كنت أعتبر أنه الدستور هذا كأستاذ قانون دستوري قررت أكثر من 12 سنة القانون الدستوري كنت أعتبر أنه الدستور هذا هو دستور وقلت في مرتقيات في تونس أن الدستور هذا مينجمش يخلق الديناميكية الحقيقية ويوضع الأسس الموضوعية بش نكونوا ديمقراطية حقيقية تونسية مينجمش وحب نحكي للتاريخ وقلي تعينت في 2015 مدير عام لمركز الدراسات الاستراتيجية التونسي مشيت لمرحوم الله يرحمه نعمه سيلباجي قايت سبسي مشيت له في أول أسبوع من جميليا قبلته قلت له سيلباجي وبحضور سيسليم العذابي اللي فكرته في الموضوع هذي قلت له سيلباجي أنت دخلت للتاريخ أما كانت تحد تدخل للتاريخ من بابه الكبير ما يزمكش تقبل النظام السياسي لوضعه الدستور هذي أعطيني الإمكانية أنا كمدير هذا المعهد مدير معهد دراسات الاستراتيجية أعطيني الإمكانية بش نخرج نقول كلفني الرئيس في إنشاء لجنة بش تفكر في وضع نظام سياسي جديد على رحمه سيلباجي قالي مش وقته الإشكال إشكال نظام سياسي وأنا أعتبر أنه القرار اللي إخذاه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلة قرار كانوا نسكوا يترقبوا فيه أنا أقول حتى تأخر في اتخاذ القرار هذيك كيفاش طبق الفصل الثمانين وبأي طريقة هنا نقطة استفهام وتأويلات كثيرة تأويلي أنا هو شوف فيما يقولوا في اللغة الفرنسية معناها التأويل حسب الهدف المنشود إذا كان نمشيه في طريقة التأويل حسب الهدف المنشود معناها القرار سائم إذا كان نمشيه في قراءة ضيقة للفصل الثمانين بطبيعة الحال فم مشاكل كبيرة حول تطبيق هذا الفصل وين يجب أن نمشيه أنا تحكي عن نقابات بكري الاتحاد عايت لي مع مجموعة من الخبراء الأخرين قعدنا في جلسة حول خارط الطريق لكي نقدموها الرئيس الجمهوري وأنا اقتراحي كان واضح اقتراحي هو يلزم نساندو عملية 25 جميل ولكن يلزم يتوضع وقت معين لانتهاء الإجراءات الاستثنائية وفي خلال الوقت المعين هدايا يلزم نساندو ونعاونو الرئيس أش بش يعمل أول حاجة لجنة خبراء في القانون الدستوري توضع قانون جديد للانتخابات وهذا راه يمكن وضعه في ظهر في ظرف شهر شهر ونص نكون عنا قانون جديد الأساس متع القانون جديد للانتخابات هو أنه يلزم يخرج أغلبية اللي غدوة تنجم لمدة خمسة سنوات تنظر وتشرع في البرلمان والأغلبية هذه ما فهماش ديمقراطية تتبنى بدون أغلبية كيفاش بش تشاركو الرئيس إلى حد اللحظة رئيس الدولة مفتحش الباب أمام هالتشاركية هذي لا لا أنا قدك أنا شحبيت أنا شحبيت لو كان جيت أنا قدك شحبيت والله تواذني خاش مهم وقال تقول فيه ياسر الناس نعملوا لجنة نعملوا حوار نعملوا غير ما إحنا طوى من 2011 سيد الوزير تحكم فينا أغلبية عمرناش مرة حكومة تحت في البرلمان شوف الأغلبية الأغلبية موجودة الأغلبية هذه أغلبية هشة فجيل علش خاطر وصلت بقانون انتخابي تضع في كل الحالات الحزب اللي يتمكن من أكثر مقاعد ولو معدوش الأغلبية ينجم هو يصير سيطر بسيفة نجم يقول ديكتاتورية مركبة الأغلبية هذه فما كيما حاجات التكنيك إلكترال اللي ينزل نفهمها واللي ينزل تعرف اللي هي اللي يتمكن في البرلمان من مثلا لكاج إيقاف عمليات معينة مدام الأمر كذلك أنت حكيت على قانون انتخاب جديد يشرع لي سيطرة الأغلبية بالمعنى الإيجابي بالمعنى الإيجابي معناها هي مفهوم الديمقراطية الديمقراطية هي حكم الأغلبية ولكن باحترام ومواقف للأقلية متفق معك أنا نتفق مع المبدأ هذا أن تكونوا فما كتلة كبيرة تحكم على مدى يعني على حماسية مثلا والتمسكية بزمام الأمور بمقاليد الحكم وتتحاسب تتحاسب على كل شيء تتحاسب بالانتخابات لكن المشكلة سيحاتي اليوم رأي الساحة سياسية فوسية فوسية وشظايا ما تماشي حزب اليوم ينجم يحصل أغلبية أنا نتصور غدوة الشعب التونسي إذا كان نتفسر له ماذا معناها هالقانون الانتخابي جديد وعليش يلزم أغلبية فما إمكانية كبيرة باش تخرج غدوة أغلبية وراهي الأغلبية تأتيك ألمانيا خذ مثال ألمانيا بون شاسع موجود ما بين الاشتراكيين وما بين المسيحيين ميركل والاشتراكيين ولكن هما لحكم ألمانيا هما لحكم ألمانيا معناها هذا القانون الانتخابي يلزم يكون زادة الاتلافات الاتلافات السياسية خطر من الجمس تقعد البلاد متقطعة ومتشتى بين عديد الأحزاب هذيك عليش أنا شكت قلت مثلا القانون الانتخابي يمكن من إخراج أغلبية أما حزب واحد وعلى الأقل زوز أحزاب وزنها في البلاد تلتف حول بعضها وتعمل السوسياليست أو الكوميونيست في فرنسا وقت مي تيران معناها موجود في تاريخ للشعوب والكل علش أنا قلتها كيه خطر وقلي تجي عندك أغلبية في برلمان تنجم تغير بصفة شرعية النظام السياسي معاش تفرض أنت غدوة بيش تعمل استفتاء لا غدوة الأغلبية هذية هي اللي بيش تقرر اللي نظامنا سياسي بيش يتطور مثلا من النظام الرئاسي هل حاتف بتسالم مع النظام الرئاسي ولا الإبقاء على النظام المرغماني أنا بدون أي تردد مع النظام الرئاسي اللي فيه محاسبة ما معناها فيه محاسبة معناها النظام الرئاسي الشرط الأول والهام هو أنه حتى رئيس من نجم يقعد أكثر من عشرة سنوات معناها مرتين في خمسة دمون وهذه ما تنجمش تغيرها كقاعدة من قواعد الدستور هذه أول حاجة وثاني حاجة يلزمك تحاسب الرئيس على سياسته كيف تحاسبه تحاسبه بالانتخابات هذه هي الديمقراطية هذا هو أساس الديمقراطية الديمقراطية مش معود الديمقراطية مش حكايات الديمقراطية مش أحلام الديمقراطية هي واقع سياسي معاش أحنا وجود حزب اللي تعرفوه واللي تخل سمحني في الكلمة مشتاق السلطة وفهم اللي السلطة هي النفوذ والتنفذ والتنمر هذه هي نتيجته مرهن سيحات سؤلت الآن على 25 جولة لكن أنت تعرف أكثر منها أن اللحظة السياسية لرئيس الجمهورية ليست 25 جولة فقط عنده 25 جولة عنده 22 سبتمبر أيضا في المرسوم 117 تقريبا اللي عبارة على دستور صغير مؤقت للمرحلة السياسية الحالية ثم أيضا لا يخفى عليك أنه اليوم رئيس الجمهورية الجميع يتبنى 25 جولة لأنها حققت أهداف طيف سياسي واسع في إسقاط حكم حركة النهضة حملت فيه المسؤولية لأنها تحملت فيه المسؤولية 13 سنوات لكن وقعيا وكأن هؤلاء بوتاتر أنتي منهم ينظرون بعين مفتوحة وأخلى مغلقة وما يحبوش يستوىبوا حقيقة مشروع الرئيس الجمهورية رغم أنه الرئيس ولا ليس لديه عقدة وبكل أريحية يتحدث على المشروع حدثوا على الحوار قالوا لهم أنا مع الحوار لكن مش مع دمغ الخبراء ولا الاتحاد ولا المنظمات أنا بش نعمل حوار إلكتروني مع الشباب والجهات الديمقراطية كما يتصورها الرئيس وجمعها كل مرة يمنيوا أنفسهم من الرئيس لو ماشي معنا في نص الطريق اللي حاشنا به نحنا باش نبدلوا قانون انتخابي نبدلوا نظام كذير ردوه نظام رئيسي الرئيس يبدو أنه تصوروا هذا انسجاما مع روحه منذ الحملة الاتخابية في 2019 عنده رؤيته للديمقراطية القاعدية لتغيير القانون الانتخابي نوليه التصويت على الأشخاص ومش على الأحزاب التمثيلية داخل برلمانية تمثيلية الجهات تمثيلية للأحزاب هنا نحب نفهم موقفك مع هالحزمة هالرزمة الكاملة لمشروع رئيس الجمهورية شوف برهان الإجراءات اللي خداهم رئيس الجمهورية يتحمل هو مسؤوليتهم والإجراءات هذية ما تنجم تكون عندها معنى وزن إلا ما تكون في إطار الشرعية هذك عليه الشرعية يجبها ترجع الشرعية هي حل البرلمان هي قانون انتخابي جديد حل البرلمان انتخابات كيف شرعية وحل البرلمان شنوه يعني كيف شرعية وحل البرلمان نسمع شرعية أحنا شوف أحنا ما نخرجوش من مفهوم الفصل 80 ما فيهاش حل البرلمان ولكن كما قلت باللانتبقيت تيليولوجيك حسب الأهداف الأهداف اللي ترسمها أنت انت انت شوف أنت قعدت الشرعية الوحيدة الموجودة كانت في مزوز شرعيات شرعية البرلمان وشرعية رئيس الجمهورية أنت في السيناريو السياسي الجديد قاعدت في شرعية واحدة من نجموش نحن نقعد نقوم على شرعيات كل شيء يلزمنا يلزمنا الرجع شرعية أخرى تنبني على قانون انتخابي جديد برلمان جديد اللي هو الوحيد شغير برلمان جديد برلمان جديد لا يخليفها وقل يجيب برلمان جديد فيه أغلبية كان مشات الأغلبية هذه مع أفكار رئيس الجمهورية هذه كالشرعية وهذه كالانتخابات وكل واحد يتحمل مسؤوليته في آخر المطاب إذا كان ما مشاتش معاه فما كلام آخر أما شلول يبي الفايد أما شلول يبي الفايد هذا الخلاف بين رئيس وكيس الطيف كله كان نعم الحوار الشعبي المفتوح أنا شخصيا ضد الحوارات أما شنحب أنا أنا نحب الديمقراطية وتطبق بحذافير ما يعني أكل ورقة هذه لتتحط في الصندوق هذه هي اللي تفصل بين الناس الكل إذا كان فصلت لفايدة رئيس الجمهورية هنيئا له ولكن إذا فصلت طريقة أخرى زادة يجب أن نأخذها بعلى أهتبار أشي يلزم يلزم القرارات اللي بيش تتخذ فيما يقص مستقبل تونس مستقبل الشعب التونسي يلزم القرارات هذه تكون مبنية على شرعية مش قرار شخص واحد مهما كانت شرعيته يلزم غدوة برلمان جديد هو اللي يمشي فيه طريق اللي بيش يقرروا عليه خطر هو عنده شرعية الشعب هو وقع انتخابه وقع كالتوازن مبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريحية ووقتها النجم نتكلمه على بناء ديمقراطية مهما كانت القرارات اللي سوف تتخذ داخل البرلمان من أهم وظائف البرلمان الجديد هو تلقيح الدستور يلزم مراجعة الدستور يلزم مراجعة الدستور يتراجع الدستور من طرف البرلمان في إطار إجراءات المحيط برلمان جديد بش يعمل هذا سيحان شنو الضمان البرلمان الجديد مقلنا كما أغلبية هذه الأغلبية تطلع ضد رئيس جمهوري وحاجة أخرى وعندك الأغلبية وعندك أنت البرنامج السياسي اللي بش تقدموا للشعب قدموا كلهم برامج لا لا غدوة أنت الأحزاب اللي بش تطلع كي تقول أنا ما نيش بش نلقح الدستور والشعب ينتخبها هذي كهين نعبد المفردية لا لا مزلنا في شكشوكا بالمايونيز وهاته نقول لك علش عملنا لانتخابات والسقف هل انتخاباتش نوع ما بش يكون الدستور هذي اللي مزلنا ما نقح لاش اللي منه نفترض البرلمان حسب ما تحكي أنت هو اللي بش يتولنا تحكيه هو الوحيد الناجمي نقح البرلمان هذي إذن طلع تحت سقف الدستور 2014 ما بش تطلع لك نفس الحكاية مهما كانت الغلبية كي ما قال خليفة صلاحية تشكيل حكومة شكوون يقول لك مانيان البرلمان جديد ولا وكأنك يا بوزيد مغازيت صلاحيتم بعد البرلمان فيه هو طالع بالدستور 2014 بش يشكل حكومة فما حكومة موجودة الحكومة هذه بيزمها تقعد حتى لنيوفا تنقيح الدستور وتعرف تنقيح الدستور تحكيها لحكومة هدن نعم الحكومة الموجودة في طرف كل واحد يفتي مش كل واحد يفتي شوف عندك أمر واقع ما تجمش تفسق ما تجمش تفسق عندك أمر واقع في أي لحظة شفت أنت رئيس جمهورية بتاع خمسة سنين دورتين فقط نجم جيب فلسفة الأمر الواقع القائد الضروري يجب أن يواصل معنا كالعادة يأبد روحه لعشرين سنوات إذا كان الحلو هذا البال فما إجراءات دستورية فما إجراءات دستورية تمنع مثل هذه القرارات وحاجة أخرى حاجة أخرى أحنا ننسى وإحنا ننسى ويسر مفهوم الديمقراطية نرجع للديمقراطية رأوا إذا الشعب إذا الشعب حب روحه بشه يمشي يدخل في حيط الشعب هنا حب ما كانش بكل شهومة ديمقراطية ما كانش بكل شهومة ديمقراطية ما كانش بكل شهومة ديمقراطية ما كانش بكل ديكتاتورية أفضل نظام ما عايش تقول ديكتاتورية ما عايش تقول ديكتاتورية هذا سؤال فلسفية إذا كان الشعب حب يدخل في حيط شوف أنا نعرف أن الشعب التونسي عنده إمكانية أنه يفض مشاكله بالطريقة الأفضل والأحسن هذيك عليش أنا نأمن اللي غدوة لو كان توقع انتخابات تشريعية تخرج أغلبية اللي تمكن الشعب التونسي بشي عبر على إيرادته عبر مجلس النواب متاعه حضم بسلم أنت تحكي على مستقبل البلاد المستقبل البلاد يطلب إصلاحات كبرى ونحكيه على حكومة بودن اللي جاءت في ظرف استثناء اليوم وتحدي الأكبر أمامها هي إيجاد تمويلات لازمة لميزانية الدولة وملف الإصلاحات الكبرى والمفاوضات مع المنحين الدوليين الحكومة هذه قادرة اليوم على إطلاق برنامج إصلاحات كبرى الحكومة هذه اللي يمكنها ربما الاعتماد على المرسيم للإصلاح كم تيس ما كانش متاح أمام الحكومات السابقة شوف هي حكومة في ظرف استثنائي بالعمل بالمرسيم وبمكانة رئيس جمهورية اللي هي المكانة متاعه اليوم عنده صورة الكل في عنده حكومة كما نتصورها أنا تنجح موجودة الحكومة مش مش تتصورها موجودة هذه النجمة تنجح الحكومة لموجودة اليوم مش هي لتصورها لا مليش نتريك لتصورها حكومة تصريف أعمال شني احترازاتك سيحات لا احترازاتي شوف في حكومة يلزم أول حاجة الكاريزمة يلزم التجربة يلزم الرؤية يلزم اتخاذ القرار بدون تردد هذا ما تنجح مش يكون في حكومة اللي خوض الأخوان الموجودين كل مع كل احترام إليهم أنا الأخت نجلة بودن كانت مديرة عامة معايا وقلي كنت وزير التعليم العالي بالنيابة ونحترمها إنسانة طيبة وباهية ولكن اليوم اليوم تونس تونس جابة تحديات عمرها ما جابتهم في تاريخها من كوميسيون فينانسيار متع قبل الاستعمار عمرها تونس ما جابها تحديات سياسية اقتصادية اجتماعية حضارية ثقافية حتى معناها ايدانتتاء عمرها تونس يلزمها الكيب ناسيونال ويابا بلا نخرته ويابا بلا نخرته أنا حبيت حبيت بعد 25 جوليا الرئيس قيس سعيد يلم الكفاءات بتاع تونس بغض الترف عن انتماءاتهم يلم كفاءات تونس يعطيهم خريطة طريق يقولهم نحب بعد عامين ولا بعد عام نصلوا للمستوى هذين احنا ما نحبوش الارقام وننساوه ديما الارقام شوف الارقام حاجة هامة جدا 2010 الناتج الخام التونسي كان 46 مليار اليوم مليار دولار اليوم عشرة سنوات بعد الناتج الخام التونسي 35 مليار دولار هذا يعني انه التاقة الشرائية متاع التونسي طاحت في بضع سنوات 30 في المياه التدايل في 2010 كان 40 في المياه من نتج الخام اليوم 100 في المياه وكل 40 في المياه هذيك كانت ماشية في المعاهد وفي الجسور وفي الدرشنون اليوم ماشية في الشهاري مش ماشية في الاستثمار لأول مرة في تاريخ تونس دولة تعيش بلاش تي تردو ردوباء ذكروا سي علي الكوالي قال ما فهماش تي تردو ما فهماش تي تردو دولة ما عندهاش ما عندهاش باب ثاني من ميزانياتها ما عندهاش تنجمش الدولة في تونس اللي هي أول مشغل وأول مستثمر وقل الدولة تخدم وتحرك الاقتصاد الاقتصادي كل يتباح ما تنجمش تمشي في الطريق هدايا إذا ما عندكش ناس اللي عندهم التجربة ومحنكيهم وينجموا يغيروا الأشياء خطر أحنا شحشتنا حشتنا على أرض الواقع التونسي بسرعة يحس اللي فهم حاجات تتغيرت يحس كالتململ وكالأيادي المرتعشة وكالشي هدهك الكل يتحط على جانب وفهم ناس خذات زمام الحكم سواء رئيس الجمهورية ولا غير خذات الحكم وقعد تخدم بش تبني مستقبل التونسي اليوم اليوم ما نجموش نبنيو مستقبل تونس وقتي احنا نعيشه في إطار دولي اللي ماهوش متماشي معنا قلة خبرة تحكي على قلة خبرة الحكومة الحالية معناها عدام الرؤية تماما العلاقات والشبكات يا أخيرا ومش ساهل مش ساهل أنت كيتمشي لبلاد زم وزراء صحابك وتعرف وشكل جورناليست وتعرف الواحد هزيتني هزيتني المحور سيحة مبزهلم هذاك ما حابيت تقول مع كل احترامي مع كل تمنياتي بالنجاح للفريق هذا ولكن الوضع في البلاد ما يتحملش التربص والتجربة والتأني ما يتحملش هذا هذي التغيرات الداخلية لكن احنا زدامان بمعزل عن التغيرات الإقليمية والدولية كيفاش يزوم نزلنا نتفعلوا مع الملف هذا موضوع النقاش ومحور النقاش في هذا الجزء الأخير بعد هذا التقرير ليرانيا محرسي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انتلاق العمل بالتدابير الاستثمائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في الخامس والعشرين من جوليا الفارت لا زالت ردود الفعل الدولية متواصلة بشأن الإجراءات المعننة التي طالبت القوى الخارجية بوضع سقف زمن محدد لها وتقديم خارطة طريق واضحة للفترة القادمة البرلمان دعا في بيانه الأخير إلى احترام سيادة القانون والحقوق والحريات في تونس وأدانا تجميع كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية كما طالب بعودة عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي وحث السلطة على عقد حوار شامل وفعالة بتشريك المجتمع المدني وأكد البرلمان الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي داعيا إلى العودة إلى الديمقراطية اجتماع اللاجنة الفرعية لشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس نواب الأمريكية حملت بدورها تحذيرات من وضع ديمقراطية في تونس ومن المساس بالحريات معتبرة أن الوضع السياسي في البلاد غير مستقر وأن رئيس الدولة مطالب بتوضيح خطوتي القادمة خاصة في مسألتي الشرعية والبرلمان الأزمة السياسية التي تعيشها تونس تأتي في ظرف يشهد فيه محيطها الأقليمي اضطرابات مستمرة من ذلك توتر العلاقة بين المغرب والجزائر الذي وصل حد قطع العلاقات الرسمية بينهما بسبب الخلاف القادم المتجدد والمتعلق بالسحراء الغربية الذي تلتزم فيه تونس حيادا إيجابيا خشية الوقوع في خلاف معاجرتها الجزائر أو التسبب في أزمة معربات حتم بن سالم التدابير الاستثنائية وهالوضع الداخلي الذي كنا نحكي وعليه خلى بلادنا محور اهتمامه تحت رقابة دولية لصيقها وكانت على طويلة المباحثات داخل الكونغرس الأمريكي لكن أيضا في المجلس الأوروبي هل ترى أن التدابير الاستثنائية هذه والمسار اللي ماشيين فيه اليوم ما سورة تونس سوى هذه الفترة الاستثنائية نظرا لغياب ربما خريطة الطريق وهذا الحجة التي قاعدت تتكرر من الطرف الأمريكي ولا حتى الأوروبي أم أنه ربما ديبلوماسيتنا وتمثليتنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية ماشي يميخ ذا مسارها صحيح اليوم قاعدت تستثمر في المسار الانتقالي من الواضح اليوم اللي فما على الأقل باش مقولوش حاجة أخرى فما سوء فهم من طرف شركائنا في الخارج لما يقع في تونس اليوم سوء الفهم ذا غلطتنا احنا في شنو قسرنا قسرنا أنه عندما ناخذ إجراءات ثورية غيرنا غيرنا وجه النظام السياسي في تونس بين عشية واضحها وقليتتتخذ إجراءات مثل هذه الإجراءات وبالنسبة للعالم أجمع تونس وبالنسبة للعالم أجمع وأنا مشيت للقاءات والية الأخيرة تونس هي مثال الدولة الديمقراطية ما يعرفوش إش كان ساير من الداخل ولكن بالنسبة لهما التصويرة الصورة تونس دولة العربية الديمقراطية الوحيدة كونت رسيد رسيد كبير لتونس في المجال هذك هذك كثير من أصدقان وشركان ما همش فهمين الوضع ويسألوا فينا ويسألوا فينا ومتحيرين ومتردين وفما فيهم زادة اللي قاعد يتراجع على مواقفه لصالح تونس هذا يزلنا ردوا بالنا منه ياسر علش خطر اليوم العالم قاعد يتغير بصيفة غير معقولة على مستوى السلطة العالمية على مستوى النفوذ العالمي اليوم العالم هذيا معنا بلدان كيمة تونس بلدان جانبية معنا ليس حاجة هامة بالنسبة له وقت لأحنا بالنسبة لي نحنا التعاون الدولي والشراكات الدولية هي من أهم المسارات اللي تنجح التنمية المستدامة في بلادنا راهوا بدون شراكات أجنبية بالرغم اللي تقال الكل ما تنجمش في تونس تتقدم في طريق النمو المستدامة شنية حصيلة المية وعشرة يوم تقريبا بعد التدبير الاستثنائي اليوم ما أنت كيفش ترى الأمر قاعد يصير الأمر الأمر أولا ساعة فما أمل تخلق عند الشعب التونسي 25 جميل فما أمل كبير الأمل هذيا فما بعض الناس اللي قاعدة تتردد توا وقاعدة ما هيش فاهمة ما هيش فاهمة ما هيش فاهمة شنو اللي يصير علش ما هيش فاهمة خطر ما فيماش وضوح الله غالب كلمة خارج الطريق لازم منها يلزمك تقول وش نعمل الشهر جاي هكا وشهر لي بعده هكا وشهر لي بعده على الأقل حتى بالنسبة للممولين الأجانب يلزم يعرفوا تونس في ماشية ما تنجمش أنت تحكي مع الصندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي وانت ما عندكش برنامج ما تنجمش تفهم أنت خبت اسمح لي بربي ملايك وأنا هنا نخاطب بالطبيعة حاتم بنسال برش عباد لا تعرفش كريير وقف الخارجية كسفير ثم ككاتب دولة الخارجية مكلف بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي حتى وكذا نذكر في اجتماع القمة العربية في 2014 كيكلفوا الرئيس سبق بن علي بأنه 2004 أنه يبلغ القادة المجتمعين أنه تم تأجيلها يعني ديبلوماسيا حاتم بنسال معناها فهم العالم اليوم اليوم فما استهانا تقريبا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب ما نحبش ندخل في إعطاء حكم قيمة خليني نفهم أمامي ديبلوماسي كنا نجمو نعمل حاجة مخير في علاقتنا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كنا نجمو وكونوا موجودين في البرلمان الأوروبي وقت اللي تم مناقشت له لا يحملنا وهذه تقلق ما تقلقش اليوم الوضعية اللي موجودة في بلادنا وإلا لا ثم اليوم ولينا نسمع أصوات من نوع تنويع الشراكات هذه فرصة الهروب بالضغط بتاع الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي نمشيه في إطار تنويع الشراكات وهو مطلب تقريبا شارعي يقول لك بلادنا إلا متى مرة أخرى هات نمشيه وشنين المشكلة نمشيه للصين نمشيه للآسيا نمشيه لشراكات جديدة تقييمك الكلام هذا شوف اليوم بش نتخلعوا على شراكاتنا التقليدية وخاصة على علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي هذا معناها ما نتصوروش للدرجة هذه آه ما نتصوروش لأنه اليوم يزمك تعرف اللي ما يقارب 75% من صادرات تونس و 75% من وارداتها الاتحاد الأوروبي اليوم شريك تقليدي وبالتقل المالي والتقني لأنه أسيستانس تكنيك أمبورتان كي الاتحاد الأوروبي اليوم تقعد تترقب في دول أخرى وتقعد تترقب ما تنجمش تغيره على كل حال ما تنجمش تغيره بسرعة هذا يلزم عشرية كاملة بش تنجم أنت تغير شركائك التقليديين الأمريكان رهوا عمرهم عمرهم ما كانوا مساندين حقيقة تونس على الأقل على المستوى المالي ولكن إلى وقت قريب لأمريكان كانوا هم يحكموا في صندوق النقد الدولي في مكان عالمي كانوا ينظروا لتونس بصفة إيجابية معناها وقت تتير مفاوضات مع تونس تعرف الأمريكان إذا كانوا محايدين ما يجيوش ضدك ما يجيوش ضدك وهذا هام جدا عند الممولين الأجانب الدوليين اليوم نحن من نجموش نغضو الطرف عن هذا ولونا نتمنى أنا كنت في الخارجية من ناس اللي تشجع على فتح الأفاق مع الصين لأنه صين دولة عظمة مثلت دولة عظمة خاطر كل خاطر هدوة لو كان تفتح مع الصين تفتح مع الصين كما تفتح كما فتحنا مع تركيا سوف تكون كارثة على الاقتصاد الدونسي لأنه تحب ولا تكره اللي بشي سمحني اللي بشي يستسهل سوق بشي يستسهل سوق بشي بشي يقول لك لا بربي خلنا نفكر شوي في السيادة متاعهم ونحتر لا بش يدخل بثي قل متاعه وبش يكسر الناس شوف احنا أنا كنت كاتب دولة لشؤون الأوروبية كانت تركيا تابعتني في وزارة الخارجية كنت ما فماش اجتماع مع الأتراك ما يبداوش يلحل ويدز ويعملو على الاتفاقية التجارية عمرنا مقبلناها عمرنا الاتفاقيات اللي تمس حد الآن حدنا من السيادة تحكي عن الديمقراطية هم يغزلون الديمقراطية اللي عندهم تقي موضوع قلت البارح بركة مساعدة وزير الخارجي مكلف بشمال أفريقيا تحكي على قلقة مواطني هذه الدولة من ديمقراطية فاسدة يعرفوا هما أنه الفساد ومنجموش نقشوش فاسدة انت نفسك تقول أنا قلت هل هناك إمكانية اليوم لوضع دبلوماسيتنا وسياساتنا الخارجية فوق الطاولة على شكي نحن في وضع ضعيف وهما قضى وقدر وانتهى الأمر لا أنا أعتقد هناك فرصة مش نضعوا مشكلاتنا ونحملهم جزء مسؤولية ما توردنا فيه قلنا هذه فرصة قلنا هذه فرصة كبيرة قبل الفين وحداش كنا مكبلين حكاية حقوق الإنسان وبالرغم من هذك عمر هم أخذوا قرار فينا برلمان الأوروبية اليوم 25 جول يصحيح كانت فرصة كانت فرصة بيش تفسر اللي الديمقراطية الفاسدة ما تجمش تكون فيه صالح الشعب واللي فما إمكانية بيش نطوروها بشركات أجنبية سواء كانت تقليدية أو جديدة ولكن احنا شعملنا احنا ما عملناش مش نقول نقص نقص تلقم على أداوة وزارة الخارجية شوف أنا كنت نتصور أنه أداوة وزارة الخارجية يكون أفضل من هذا علش خطر احنا قبل كنا سفير كان يحرك دولة كاملة وينهم سفارات تونس اليوم اسمعتش سفير يتكلم في في وسائل الإعلام في الخارج يدافع اسمعت السفير مشى للكونغرس اسمعت السفير مشى للبرلمان الفرنسي اسمعتش غلطة شكون هالغياب هذية شو شو من نجمش نقول غلطة شكون تحمل مسؤوليته يتحمل مسؤولية الدبلوماسيات تكون معناها حركيتها قوية ياسر على المستوى الدولي ويلزم سفراءنا ما يحشموش سفراءنا حاشمين اليوم ما يخرجوش للعموم اخرج إذا كان انت مقتنع شنون يشدك اخرج احنا في وقت تهمونا بالدكتاتورية وخرجنا وحطينا وجوهنا في الواحد ودفعنا مش دفعنا على زيد ولا عمر دفعنا لتونس لأن تونس هي السقف الفقالي انتعنا لكل وهذه هي اللي نحك عن ديبلوماسية سيحات مش نزك إلى شمال افريقيا تحديدا الازمة بين المغرب والجزائر والدور اللحيقة المريب اللي لعبدت الديبلوماسية الديبلوماسية تونسية في الازمة هذه اللي خلانا اليوم معناها في وضعية منعرش انت كنت تتفسر هالي اكثر ثم الديبلوماسية تونسية ايضا ملعبدتش الدور المطلوب منها في الميلة في الليبي اللي اليوم قعدنا معناها نستناوى في دعوة من مكرا حتى نمشي نحضر في باريس مش نحضر رئيس الحكومة نحضر عنها صوت نستناوى حتى مؤتمر برلين لا لولوثين محضرنا ليبيا كانت بعد الاتحاد الاوروبي قبل 2011 هي الشريكة الثانية لتونس كانت عنا امكانيات خارق العادة في ليبيا وما زالت عنا امكانيات خارق العادة في ليبيا احنا خدمنا وتفاعلنا كي اكل لابوليتيك دولوتروش معناها سياسة النعامة معناها اجتماعات في 2014 و2013 اجتماعات استراتيجية حول ليبيا تقع في تونس في عقري ديارنا واحنا غايبين بتنظيم تركي بتنظيم تركي وقتر 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 مسؤولية المرحوم قبل الباجي قبل الباجي اتخذنا في متاهات هي الضربة القاسية والذربة القاتلة اللي خذتها الدبلوماسية التونسية وقت اللي سمينوها الكاتاسترويكا معناها بدون منازع بدون منازع وقت تونس كانت يزمها تكسب دبلوماسيا ودوليا احنا جبنا جاوك جماعة هذوكم ولا هذو بالله وهذاك عليش تحت تحت الدبلوماسية بتاعنا واليوم اليوم فرصة كبيرة فرصة كبيرة بش اليوم المثال التونسي يتقدم للعالم ويتقدم بطريقة موضوعية ولكن اذا كانت رؤية النظر زادة رؤية واضحة بتجمش تجي رئيس جمهورية يستفرد بكل القوى وتجي تقول لا راه هذاك لا متجيش يلزم نرجع كما قلت بكري الشرعية معينة يلزم كل ما ترجع للشعب بش حتى الرئيس اللي هو عنده شرعية معتبرة الرئيس ينجم كي ياخد قرارات ياخدها على أساس قوي اليوم مثلا نرجع للمغرب ولا والجزائر أكبر 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 غلطة ديبلوماسية التصويت بتاعنا أكبر غلطة هذا قرار كل عام يتجدد كل عام توا عشرات السنين تونس تصويت لصالحه صالح القرار ما معناها صالح القرار لا ضد الإخوة الجزائرين ولا ضد الإخوة المغاربة اليوم اليوم فما وضع كاري في اليوم في البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط اليوم هي النقطة المفقودة في رؤية دول جنوب البحر الأبيض المتوسط اليوم شنوه لي صاير اليوم لأول مرة في خمسة سنوات من 2010 إلى 2015 كانت معناها البحر الأبيض المتوسط الهجرة الإرهاب إلى آخره اليوم اليوم اتنقلت نوعية الصراعات ولت صراعات بين دول ما تنساوش صار ما بين تركيا واليونان كلامات ما تنساوش صار ما بين تركيا وفرنسا ما تنساوش شنوه لي صاير اليوم ما بين المغرب وتزاير رهو وضع حياتنا كاملة حياتنا كاملة الدبلوماسية بتاعنا كانت تلعب الدور اللي يسميوه الأمريكان The Honest Broker معناها الوسيط الثقة معناها اللي غدوة لو كان يسحقونا يلقاونا ونجموا نبنيوا إعادة علاقة أخرى ما بين تحكي على معطيات تغيرت صحاتك يا خيشني هذه ثوابت مقدسة اليوم أصبحت مصلحتك الاستراتيجية في دبلوماسية الحدود أنا حدود مع الجزائر إذن خاصة المرة هذه في السراع ونتي كنت تلوم على سياسة النعام هذه مع الجميع والجميع أصحاب لا يلزمني نخلي مكانتي الديبلوماسية كاملة بش غدوة وقت يلزم أنا ندخل كتونس لتقريب وجهات النظر بين الإخوة لأن أكبر كارثة اليوم لقاعدة سايرة هي الكارثة هذه بين الإخوة يلزم تونس تكون هي في طليعة الدول مش كما صار في ليبيا هذا ما تنجمش تعملوا وقت بعد عشرات السنين سمع مثال بسيط اليوم أنا نعرف غلطة بالنسبة لك فتال فتال إن شاء الله لا لكن غلطة استراتيجية لماذا؟ خطر خلقت خلقت عند الإخوان شو يغرب نهار التصويت هو من لأننا عضوية في مجرس الأمن كان يقرد على المغرب يا خليفة كان يقعد كنا نقعد على موقفنا امتع عشرات السنين اليوم حتى يأتي حتى غضو بالشي سيد الجمهورية سيد قيس السعيد عنده رؤية أخرى عنده بعد أخر ولكن علش تفسدها بعملية كي من هذه اللي هي في آخر المطاف شلوني بشي تجيب لك في آخر المطاف شلوني بشي تجيب لك شبي يا أخي احنا قبل كنا متعركين مع الأخوة الجزائرين بالعكس معنا العلاقة الحميمة العلاقة الأخوة علاقة الصداقة علاقة الشراكة ما بين تونس وتزير راهو ما ينجم يغيرها ويمسها هذه علاقة شعبية وشفتوا انتوما شعب تزير وقلي رخت بنا البلاد وشار صار شفتوا كيف يجاون تونس وشفتوا وش عاملوا في تونس كيف يشعونونا اليوم مش هذا الموضوع الموضوع انت عندك ثوابت عندك ركائز للديبلوماسية صحيح ركائز لك قسرتهم الكاتاسترويكا صحيح ولكن اليوم انت حقك جيت في وقت معين وقفت وقفة اللي بيشتمكنك غدوة بيشتلعب الدور الفيصل في سراع اللي هو راهو راهو سراع ينجم يكون خطر داهم حقيقي على المنطقة كل طبعا تكون عنده تداعيات كبيرة باش نخرج من اكزامبل صحاتم بن سالم انستاذ سمحك ناجي وقبل الموضوع هذي اثر جدل حتى بين الزملاء برهان وخليفة وناجي مسألة لقاء على اثر لقاء رئيس الحكومة نجلة بودن في باريس بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نلقى بلاغ فيه للرئاسة المصرية من بين النقاط اللي اوردها فيه انه رئيس الحكومة تقول انه بلادنا تهتم بالاستفادة من قصة النجاح المصرية الملهمة بقيادة عبدالفتاح السيسي الجملة اللي ما نلقاه هاش في بلاغ الحكومة التوصية اليوم كيف يشتقرى هذا هذيك مرض يوافقك في نفس المطبور عاشت حاجة يلزم التاريخ يعرفها 2004 قمة الجامعة العربية جاء الرئيس مبارك وكان فما سفير مصري اسمه مهدي مهدي اسمه مهدي مبارك كان يسكن فقد ديار الضيافة أنا كاتب دولة لشؤون المغاربية والعربية كلمني مهدي كلمني مهدي السفير المصري أنا ذاك تعش قالي قالي توا الرئيس مبارك خرشت من الرئيس مبارك كان جالس حول المسبح عيت له الرئيس مبارك تعش قالوا قالوا أنت سفير مصر في تونس نحبك تفسر لي هالنجاح الباهر هذا بإمكانيات ضعيفة كيفاش تونس نجحت وولت عندها المستوى هذا أمتاع التقدم ومتاع التنبيب هذا 2004 هذا عشتها أنا وهو السفير المصري مازال حي حسني مبارك وقالي شاك التنظيم هذاك والشي هذاك وتونس والحركية هذا شقال حسني مبارك اليوم نجي ونستلهمه إذا كان سارت ربما مايش سحره نحسها ياسم ونتوجع منها عليش خطر كل حاجة أخرى أسمح لي ملاك مش نعمل ميلانج دجار وبعد إذن سيد رئيس تحرير بيل للتاريخ والراندفو في حتى في ثواني يصطع علينا في منبرنا ليلى تقرر رئيس بن علي تأجيل القمة كيف تم مخاطبتك أنك أنت تمشي تأخذ البلاغ وتتليه على الوزراء الخارجية المجتمعين وهل بالفعل وقت كان يتابع فيها هو والعقيد معمر الجدافي مباشرة لعملية هذيك العقيد الجدافي ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا قرار التوخذ في الساعة الواحدة بعد الزوال هو خرج في التسعة ونصف هذاك عليه في تسعة ونصف داكت خشت ليلة القرار نحكي نهار آخر أما فيه ساعة فيها بسرعة القرار نداولي في رئاسة الجمهورية جلسنا حضرنا البلاغة ذاك ماضي ساعة علش علش حضرنا البلاغة خاطر في معناها نصف النهار بكتعرف الجدوى الأعمال الجامعة العربية فيه 187 نقطة نقطة أحنا ما زلنا النقطة ثانية ما تخلنا لهاش معناها مستحيل كانت تكمل وحسينا حسينا اللي فما نوعا ما من السابوتاج توقلنا هاريخو معنا شكول ولكن حسينا نوعا ما من السابوتاج إش صار وقتها عايتونا عايتو لليانا اكتبنا كل بيانها ذاك ارجعت أنا وزير خارجية أنا ذاك كان هو اللي يترأس الوفد التونسي وكان داخل في الاجتماع أعلمناه بالقرار لكن كيخرج ما نخرج عليش اخرج روح بشاء وقل يخرج روح وفهم حتى حد وقتها كلموني أنا قالوا لي أنت هو اللي تخرج ونت يتكلم لكن هذا رهو بسرعة كبيرة فيها تفاصيل كبيرة وتفاصيل للتاريخ وقت لي يخذينا القرار هذاك وقت لقرار هذاك وقت لقرار هذاك عايتو لي وزراء الخارجية لكل أنا كاتب الدولة وزراء الخارجية العرب والكل الجزائري والسعودي والكل شنو اللي صار شنو اللي صار شفهم عليش شنو اللي صار جاوبتهم جواب قلت لهم احنا في تونس رانا ناس جديين ورئيس بالعلي انسان جدي رانا ما نقبلوش هلأخذ عبالات هذه وهذه يرجى المؤتمر ترجى القمة تأجيل قمة الفرانكفونية والجدل اللي صار والكلم اللي تقال ووصلنا حتى إلى بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق محمد المصف المرزوخي كيف تبعت الجدل لذلك أنا تبعت الحق بكل احتراز لأني شوف أنا نأمن بحاجة اللي عشتها واللي تظلمنا فيها أحنا الناس متاع قبل 2011 ولو أنا من بعد وليت وزيره لكن فما ناس رجالات دولة اللي يعطاوا اللي عندهم في قلوبهم اللي خدموا البلاد اللي ضحاوا اللي في الأخر لقاوا رواحهم في الحبوسات ومشردين كفاءات تونسية اتلوحت اتلوحت بكل دقاجة الجهل اللي خرجوا بها هذيك معناها فهمت حاجة أنه الإقصاء أراه أكبر غلطة توقع أراه في الساحة السياسية التونسية مهما كان الحزب أراه أنا شخصيا ضد كل إقصاء لا حزبي لا شخصية لا معناه يلزم الناس الكل هي شو المشكلة متاعنا أحنا وعليش أنا هنا أختلف مع رئيس قيس سعيد أنا لو كان جاتليدي أنا كنت نمشي لتوحيد الصف التونسي لأنه كما قلت الريهانات اليوم الريهانات راهي ما تقبلش ما تقبلش هتشتت هذا يلزمنا الكل يدمع في اليد يلزمنا الكل مع بعضنا إذا كان ما نشمع بعضنا من نجموش نجابه وراه لا جبهة داخلية صعيبة جدا إفلاس كامل للدولة ولا جبهة خارجية اللي هي تترصد فيك سواء كان بصفة دبلوماسية ولا بصفة أخرى أنا ضد هذه بطاقات الجلب الدولية مهما كان السيد حرية التعبير يلزم تكون مضمونة بصفة كاملة أحنا عشقاسينا وشمرضنا قبل على خاطر الحكاية هذه وقدش حبينا بش الأمور كما هذه ما تصيرش قبل 2011 ولكن صارت بضغوطات وبلوبيات أخرى اليوم اللي حسينا نسمة الحرية شمينا نسمة الحرية واليوم اللي عنها هالإمكانيات هذية ما يلزمش التونسي مهما كان موقفه أنا واحد من الناس يسبوني أنا مسميه ذباب الأحمر متاع النقابة تاو تشوف يخرج كلامي قلته تاو تسمع أشي يقوله خلي يسب خلي يقول خلي يشتم خلي يثلب الحاجة الوحيدة هذه أنا اقترحتها وقتها في مجلس ويزاري الحاجة الوحيدة هو أنه راهي ما يلزمش تكون فم حرية ثلب يلزم فم إطار قانوني يفرض معناها يفرض حدود للثلب مثلا في اليونان في اليونان الاختية 500 ألف أورو الاختية وقل يثبت ثلب بتاع شخص من صحيفة ولا من شخص 500 ألف أورو معناها اللي بيش يثلب يخمم عدة مرات بل ما يعلم حاجات كمية لكن لا نقاشة ولا تفاوض ولا تفريد في حرية التعبير ولا إقصاء لأحد مهما كان مهما كان من الأطراف وهذه راهي قولها معناها كإنسان عنده تجربة وكإنسان عاش قبله وعاش توا راهي الإقصاء هو اللي يخلق بعض المشاكل الكبرى للدولة وهو اللي يخلق مناخات متع كره وحقد اللي اليوم والتي موجودة في تونس مكنتش عننا مكنتش تونسي كانت تونسي رحمة كنا نسامحوا بعضنا كنا نغضوا الطرف ولكن اليوم راهوا فما حق الدفين عند شريحة من شرائح الشعب التونسي هذه كيزمها تتنحى بالسياسة بالديبلوماسية بالإنجازات تعطيهم قصدهم مش معقول اليوم زاد اقتصادنا في الحالة هذه وشدينه عشر عائلات ولا اثنين عائل مش معقول يلزم البنوك تتحرك مش تعطي الإمكانية للشباب عنا مشاريع كبرى مشاريع معنا تنجم تغير وجهة الجمهورية التونسية في خمسة سنوات يلزم العبادة كلها تشمر اجراحها وتخدم لأنه ورانا معناش تونس عنا تونس واحدة سيحاتم اليوم مدام حكيت أنت على التوازة والفلوس والوضع الاقتصادي اليوم تقريبا الوجهات معناها واضحة وجهات معناها وجهات تونس الاقتصادي صحيح فما اجتماعات يعني فيرتويل تقع من الحين إلى آخر مع صدوق النقد الدولي خرم اجتماع الأسبوع الماضي كان مجرد حديث ونقاشات أولية على حوار الترشاد جزء طمع جالوك دوسو وقل كان من منباحهم هما من بنك العالم وما كانش حوار حتى الوفد لا بات وخلك عليه سيخريبا فما شروط فما شروط فما معايير فما اتفاقيات وقعد مع صندوق النقد الدولي وقعد والحكومة التونسية معناها التزمت بها وانبعد تقلب الواحد مجيش يمكن فما معطى يمكن ما تمش الانتباه ليه يعني بدقة هو مستوى التمثيلية متع صندوق النقد الدولي جارة العادة التفاوض يكون معا لنمر وان معناها في الصندوق المرة هذه عمال مشين نزلوا في مستوى تمثيلية الصندوق يعني العلاقة مع البنك الدولي اقتصرت على كل 300 مليون دولار لتوزع على الفقراء يلا سؤالك نيجي حكاية الدول العربية تعاوننا وسعودية يبدو أضغطوا أحلام اليوم وين تجب تمشي تونس إجابة سريعة ولكن دي ما نحب نرجع للتاريخ حاجة هامة جدا بش الشعب التونسي متفرجين يعرفوا في 2013 كان فما وزير مالية لبعض رئيس حكومة قعد بعض أسابيع مشاوا للصندوق النقد الدولي مشاوا وفد تونسي أنا قاعد في الدار يكلمني واحد من واشنطن واحد تونسي قال زميل ويخدم بالبنك الدولي قال زميل ومشا حضر في الاجتماع زميل وفرنساوي ترش قول تونسي قال وجي أنت لتونسي الفرنساوي تعرف علش رئيس الوافد والوافد نائب للبنك للصندوق النقد الدولي يعملها مادام نوز نايد كي يطلب مادد يد ويطلب الوافد التونسي لا يحبش تقول لسامي الفرنساوي اللي يخدم في البنك العالمي يقول لتونسي يقول جيانت لتونسي وقل يتمد يدك وتطلب يلزمك تتحمل مسؤوليتك هذا احنا احنا أنا كان عندي مشروع ادماج التكنولوجيات في وزارة التربية 2009 2010 مشروع ثوري جاءت للبنك العالمي 100 مليون دولار قلوا لا أنا وزارة التربية وقتها 2009 2010 قلوا لا عنا فلوسنا ومحشتيش بفلوسكم وقتها الرجل قعد بهت ممثل البنك العالمي وقتها في تونس 100 مليون دولار عليش خطر تونس كانت شوفوا اسمعوا سي توفيق بكار واسمعوا غيرهم مش اختصاص معناها تونس كانت محترمة على المستوى الدولي في المستوى المال اليوم راهوا اللي يفكر بشو هدوة الصندوق النقد الدولي خطر منك العالمي رأي سمحني في الكلمة ما عندوش يتقلم عن الصندوق النقد الدولي الصندوق النقد الدولي بش يقبل يرجع حقيقة طاولة المفاوضات وبش يعطي راهوا ما يكون الشب ليش راهوا فم شروط بش يفرضوها تقبلها واضح ولا ما تقبلهش يلا نخدموا معك حادم بن سالم بي فقرة رايك فيهم مجموعة من الصور كل صورة يلا نبدأوا بالصورة الأولى الليلة في رايك فيهم صورة قيس سعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد زميلي قررنا مع بعضنا في نفس الجامعة إنسان محترم حق محترم كان معنا نستملك كنا مع بعضنا في أكاديمية القانون الدستوري تحت إشراف الفقيد المرحوم العميد عبد فتاح أمر كان يحبنا ياسر كان يحبه هو وأنا إنسان محترم منظيف ما شفتني صحيحة اليوم لا بكل صراحة الصورة اللي بعدها نوردين تبوبي وطني أنا تعاملت مع سيد هدايا وأحترمه احترام كبير جدا علش خاطر إنسان عشتها عشتها وقت لي اجي تونس ولا المصلحة العامة في المحك يوقف مع تونس الصورة ثالثة لرئيس الحكومة نجلة بودن مرة فاضة مرة طيبة نتمنى لها كل النجاح ولكن ربي ربي عاونها مهمة صعيبة جدا اللي بعدها لراشد الغنوشي حقنا راشد الغنوشي ما نعرفوش ما كانيش عن ما قل لو أنا در أني معناها قفت قدامه ولا قفنا مع بعضنا عمري ما حكيت معاه مرة باركت ونحكيها على الدستور على الدستور أنا قتله وقعت بحذية قتله كيفاش تلوحه دستور الأباء المؤسسين وتحطوا دستور دنتومية والقصاص اللي قلتها بكري رو القصاص وستوى شهاد دستور استنى نعرف أما هو من الجماعة اللي كان نحصل ونحترم رو القصاص ما عندي حد شيء ضد القصاص أما ما عنديش علاقة معاه أنا أظن أنه شو جاوبك سيحاد نعم شو جاوبك قلت قالي قالي الدستور هذا كمعمول على مقاس بورقيبة غزرت أنا لسي رفيق تسعة وخمسين تسعة وخمسين سي رفيق بالحبد السلام قاعد قدامنا في الأفريكا غزرت له قتله سي رفيق دستور أكبر من أكبر دول العالم فرنسا أكبر دول ديمقراطية في العالم معمول على مقاس شكون على مقاس جنيرال جنيرال دوغون وبالرغم أن هذا جيمي تيرون العدو والألد بتاع الجنيرال دوغون وما مسش ملوحش الدستور الفرنسي نعم الصورة اللي بعدها لنبيل القروي ما نعرفوش ما عندي حتى اتصال به حتى ما عرف بيه نعرفو كراجل إعلام غلطات غلطات رئيس حزب خلب تونس أي غلطات فاتحة قم بها معناها أنا ندخل الحبس وما نهربش كل صراحة إذا كاني أنا نعرف روحي ثيقة ونضيف وما عندي حد شي ندخل الشبير السجن ها والشخصيات الكل داخل للسجن أما ما نهربش بالطريقة هذي كونت رئيس حزب هو خلط ما بين البزنس والسياسة والنتيجة كانت هالوضع المأساوي هذي مسكين خاطر أنا منتمنى حتى الإنسان الشيء اللي قاعد واقع ليهو والخوة اللصورة الموالية لعبير موسي مرأة شجاعة ما نتفقش معاه في ياسر حجد لكن مرأة شجاعة في وقت اللي أحنا الكل وخرنا هي قاعدة الوحيدة اللي دافعت على العائلة الدستورية لكن عبير موسي فما نقول لها في الحياة السياسية راهي فما نقلة نوعية يلزمها توقع اللي هي معناها يلزمك في وقت من الأوقات تولي امرأة الدولة هذا ما زال ما مازال يلزمه شوية وقت وتجربة وربما شوية زاد مراجعة نفس والاستماع للآخرين لكن نحب نأكد على أني أنا من غير ما نعديش صحبة عليها سلام معها ولكن كنت منضامن معها كنت منضامن معها وما قبلتش أنه في برلمان كما هداك المرأة بك الحجم هداك يسير لها اللي صار لها نجي جلول والله نجي جلول كان صديق حتى ولا يبقى وقتي ولا يبلبز ولا يقول فينا بوقتك وقت كان صديق الحق وعاونت وقفت معها خطر كنت نحبه وطول حبه ماذا تعتبره ببلبز بقى شوف أسمع ما تنجمش أنت تجيل مجال مجال جدي وسريو كما مجال التربية وساشيت هذا على رأس هذا وهكا وهكا وكلمات ودرشنوة وليفغاز الشوك ما تجيش هكاكا فهمت ما تجيش هكاكا هو مشا بنيته وقلبه وحب يعمل لكن هذيك هي طبيعة وهذيك هي واحد وأنا واحد من الناس من حق صديقي واكا هو ما أقوله محمد الحامدي شنو تقوله إنسان ما هوش ما هوش في مستوى المسؤولية اللي كان فيها مع الأسف أنا ما كنش نتصور أنا كنت نعرف محمد الحامدي قبل 2010 قبل 2011 ومعندي معا حتى شي أما اكتشفتم بعض اللي خرج قال فما ملف فساد كيفاش ياخي فما ملف نلعب أنا فما ملف فساد أنا اللي ما قبلتوش ما قبلتوش اللي في وقت من الأوقات فكل فترة هذيك ناس من حزبه تجي البيرو وزير التربي ما عرفوش كان تعرفوه وتنسب المقرونة والشكشوكة والغارب مش طيح المستوى ولا بلابي معناها فما مستوياتي اللي مجرمش تتحلهم مع الأسف مع الأسف نقولها راه ونعرف نعرف شنين ردود الفعل اللي بش توقع ولكن هذه هي الحقيقة ماشي أنا أقول فيها أقول فيها وزارة التربي أنا الإنسان اللي يجي يحب معناها يصفي حساباته من غير ما يعرف العبادة أنا ما عمتك حد شي شي ما عمتلك بالعكس قبلتك وعملتك حفل استقبال ونصحتك وعطيتك اللي عندي معناها تجي أنت أنا حياتي كاملة حياتي كاملة وأنا نجري بالرغم كل شي بش عمري ما يقولوا هذاك فاسد ولا بيه ولا عليه كيفاش رجعت أنا بعد الفين وحده كنت جيت فاسد مرة أنا تحكمت وتحدثت الحبس تجي أنت تحب تمسخني مجانا خطر عرفتك غاديك هتقول تمسخ وعمل وكذا ما تجيش واللي صار مع الكاتب العام متاع وزارة متاع وزارة التربية الراجل ترمى في الحبس كاتب عام ترمى في الحبس عيلته تشرد ترمى في الحبس ومن بعد هكا جاب البراءة متاعه هكا البراءة متاعه جابه براءة إدارية من وزارة وظيفة العمومية وبراءة قضائية يعنوا له الشيء هذك عليش عليش نتشمته ونحبش التشمة ولكن أنا بالرغم عن كل هذا ويبقى قلبي صافي ورب يجيبه طيب البكوش طيب البكوش ما نعرفوش بكذا ولو هو صديق معناها جاتوا فرصة فرصة كبيرة ياسر كوزير تربية كوزير تربية والحقه وفلت حاجات أنا من حبش فلت حاجات ولكن هذيك حاجة عادية خاطر وقتها ثورة ووقتها كذا ولكن الرجل محترم الحقه أنا صديقي الصورة اللي بعدها اللي لسعد اليعقوبي لسعد اليعقوبي سمحني في الكلمة مع كل احترامي للقبارة لأنا حاشتنا بالقبارة نهر اخر كل واحد ماشي على روحه قبار المنظومة التربوية الفوسوير دي سيستام إدوكاتيف تونيزيا نقولها والله نقولها بكل تجرد وقلبي صافي نقولها بكل تجرد خاطر راه وميحس جمرة اللي يعفص عليها راني شفت الشي اللي صار شفت الأمور كيفاش وقعت ما بين 2017 و2019 شفت معناها السياسة متع التدمير الممنهج لا لشيء إلا ربما ما حبش نوزير ولا ما حبش واحد ولو عنده برنامج سياسي ولكن بيش تعمل هكا اليوم الأذراب الويش الأذراب الويش أذراب اليوم عملت أذراب نهارة ثلاثة صحيح الأذراب معناها آلية مشروعة للتعبير عن رأيك ولكن الويش اليوم اليوم في عذرنا نمينا تلامدة وعملنا جلسات وحكينا وشفتوا تلامدة شفتوا ردة فعل تلامدة بالنوار وبالزهور كيفاش مع الأساس عليش اليوم تعمل في هذا الصورة الصورة القبل الأخيرة اللي بيجي قيد سبسي الله يرحمه الله يرحمه إنسان من أفضل معرفت في حياتي إنسان طيب ياسر إنسان الله غالب جاء جاتوا السلطة في وقت متأخر من العمر لو كان جاء أصغر بيجي قيد سبسي كان حقيقة يرجع تونس كما كنا نتصوروها ونحبوها أحنا الله يرحمه نعم الصورة الأخيرة شنو يحب يقول حاتم بن سالم الحاتم بن سالم أنا نقول الحاتم بن سالم يقول أبقى على حبك اللامشروط لتونس أنا نحب تونس وبالرغم من الإغراءات اللي جاتي حتى لليوم في الخارج وفي موضوع نحب تونس نحب نقعد في تونس نحب نخدم تونس ونحبها الشعب التونسي هذا اللي هو شعب تحب ولا تكره شعب ناضج وشعب يحب يغير مش تعمل سياسة نعم مش تعملها كل يوم إذا كفى منتخابات قادمة معني يا حاتم بن سالم في مستوى معين في مستوى معين مش في مستويات أخرى في مستوى معين أنا عندي رؤية لتونس عندي مشاريع لتونس عندي تجربة لتونس عندي كراس معناها معارف الخارج لتونس أنا على ذم التونس في أي ورح شكرا لك شكرا لك حاتم بن سالم شكرا لك على تلبية الدعوة ويعطيك صحة ناجي بورهين خليفة شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة نتلقى ونهار لتنين على قناة التسعة صفحة خير نتلكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة